موسيقى متابعي طقس العرض في السعودية سعد الله وقاتكم بكل خير نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عمو مناطق المملكة خلال الساعة القادمة وأيضا خلال الثلاث أيام القادمة المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة هي موجة غبار على الرياض متوقعة إبارا من ساعات يوم الاثنين أيضا رياح نشطة في شرق ووسط المملكة وتراجع فرص الأمطار في عموم المناطق بما فيها المنطقة الجنوبية الغربية كالعادة نبدأ نشرتنا بصور الأقمار الاصطناعية منتقطة خلال ساعات صباح اليوم والتي توضح انتشار لكميات من الغيوم العالية بدون فعالية في المنطقة الجنوبية الغربية بينما خالت عموم أو باقي مناطق المملكة من الغيوم ننتقل الآن وإياكم من قراءة توزيع الرياح السطحية من يوم الاثنين وحتى يوم الثلاثاء حيث توضح نشاط في سنعة الرياح الشمالية في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى ومنطقة حفر الباطن حيث تعمل هذه الرياح لنشوء موجة غبار قد تكون كثيفة خاصة في منطقة حفر الباطن خلال ساعة ظهيرة وعصر يوم الاثنين تتحرك تدرجيا هذه الموجة جنوبا باتجاه الرياض خلال ساعة المساء والليل تعمل هذه الموجة على تدني في مدى الرؤية الوفقية وبالتالي ينصح أو ننصح الإخوة المستخدمية الطرقات الصحراوية والخارجية بتوخي الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف الجوية في موضوع آخر ننتقل وإياكم إلى خرارات توزيع الكتة الهوائية من يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء يلاحظ انخفاضات متتالية على درجات الحرارة في المنطقة الشمالية مع انحصار الكتة الهوائية الحارة التي أثرت على المملكة خلال الأيام الماضية أيضا ترتفع درجات الحرارة بالمقابل في منطقة تهامة مكة ومدينة مكة المكرمة نتيجة لهبوب رياح شرقية حارة وجافة اعتبارا من يوم الثلاثاء وأيضا خلال يوم الأربعاء ترتفع درجات الحرارة التي تكون في أواصل الأربعينيات في تلك المناطق نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة حيث يسود تقس غالبا صافي مع 29 درجة ميئوية أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة يوم الأثنين تقس مغبر مع ساعة بعض الظاهرة 39 درجة ميئوية كحرار عظمى أما الصغرى 27 يوم الثلاثاء 39 إلى 26 ويوم الأربعاء 40 إلى 27 بعد أن ننشرطنا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر